إذن مشاهدين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكوس لا تزال تضبط عقارب ساعتها على توقيت تدخلها العسكرية المنتظر في النيجر بقوام تعداده لا يقل عن خمسة ألاف جندي أغلبهم من القوات الخاصة قررت قيادات عسكرية للإيكوس الحشد للعملية على مقربة من حدود النيجر تقرع طبول الحرب وتحديدا في مناطق بولاية سكت شمالي النيجيريا حيث بدأت أبوجا هنا حشد قوات عسكرية من هناك وتشير أيضا التقارير الصحفية إلى أن هذه القوات هي جزء فقط من الوحدات القتالية المقرر مشاركتها في التدخل العسكري بالنيجر وتأتي هذه التحركات عقب رفض الإيكوس الفترة الانتقالية المقترحة من قبل المجلس العسكري في النيجر والذي بدوره أعطى الضوء الأخضر للقيادة العسكرية في مالي وبوركينافاسو بالتدخل لصد أي هجوم يطال النجر السلطات في وقادوغو وباماكو أعلنت صراحة أن أي تدخل بالقوة سيكون بمثابة إعلان حرب على بوركينافاسو ومالي بل هددتا أيضا بالانسحاب من مجموعة الإيكوس وإلى تبني تدابير للدفاع المشروع حسبما دعما للقوات المسلحة والشعب في النيجر كما حذرت أيضا الدولتان من عواقب كارثية التدخل العسكري في النيجر من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بأسرحة وكان جيشا بوركينافاسو ومالي أعلن منذ اللحظات الأولى للانقلاب تأييدهما للنظام العسكري في النيجر وأيضا هددا بالتصدي معا لأي تدخل خارجي ولم يتوقف الدعم عند هذا الحد بل عبرتا عن رفضهما تعليق العقوبات التي وصفتها أو وصفتهما بأنها غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية ضد الشعب والسلطات في النيجر لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر